بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أبنائي طلبة الطب سنة أولى جامعي مرة أخرى مع نفس الدرس الذي كنا لقيتها هذه المرة الماضية كنا قدرنا عليه عمونيات اللي هو جنيرال التسير لابوتوس اللي ان شاء الله سنطرقوا الدرس الموجود في برنامج كمال الدراسي وحلوه صفحة صفحة إن شاء الله أو ديابو ونبدأ إن شاء الله من الديابو الأول ومع الديابو الأول الابوبتوز كنا تكلمنا المرة الماضية في الجنيرال التسير لابوتوس قلنا أن الابوبتوز ستين مور سلولير بروغرامي ستين فونكسيو فيزيولوجيك لا تكلمنا الكثير لا نتحدث عن نيكروز لأن الكور هو سيل أبوبتوز نشاهد نيكروز بمعنى أن في الخانة الأولى لدينا السلول نورمال ثم يتحدث عن الخانة الأولى بمعنى في المنزل ًا السيء الثفاظ . patrage الصالة في كثير الثفاظ . الكسير قبل جواب الثفاظ نتركه الثفاظ . رح نشوفو ريزي طابتها انها سلول تكون نورمال مبعد يصرى لها غنفلومون هاد غنفلومون طعلا سلول ريفيرسيبل في الدبوت في الدوزيام فاز تكون ريفيرسيبل يعني ممكن جدا انها ترجع سلول نورمال يعني ترجع حية عادية كما كانت وذلك بالتدخلات ممكن تريت موغلا حاجة هاد الفاز غنفلومون قادر تفوت غنفلومون غنفلومون بقافة تحصل عادية كما كانت لانك تمل هاد الفان سلول نورمال كما كانت من قبل غنفلومون 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 بعد غنفلومون غنفلومون غنفلومين يأتي الاخر فاز كل اخر مفرن جالي ي become الإسع mat نميجرسي ق�ئت متضع المpanين المة incredibly لهذه الفاستة بالنسبة لانيكروس تحت فالتحت عدنا الفاس عدنا الاسطاد تاع الابوبتوس كما قلنا المرة الفات تكون عدنا سلول نورمال السلول نورمال هذي اللي فيها عندها البروغرام تاحها كوم بروغرام انفرماتيك الانترير دل السلول وصلت عدنا اكتيفيتي تاع الابوبتوس وشي حدث اول مرة بهي بهت نوصله الامور سلولير في الابوبتوس عدنا تبدأ بالارتراكسيون قلنا الارتراكسيون اللي فيها الكندنساتيون فالهنا رانيشوفوه في الدوزيام في الخانة الزوجة في الدوزيام الاخر اسطاد اللي غو sh yapto la condensasyon و la celule تاعنا تكون تدير retraction valle ر properly الانمlem في�라 retraction هدي تحدد condensasyon condensasyon تاع deine celule بما فيها woman chromatin diyan c t في الارتراكسيون هذه تحدث كندنساتيون كندنساتيون تلك السلول بما فيها الكروماتين و الأديان و كل السلول تحدث كندنساتيون بعد كندنساتيون نرى بما كانت تقطع كما كانت تقطع في السلول هذه الفرغماناتيون لا تتحدث في نيكروز يكون لدينا الممبران بلازميك إنتاجر لا تحدث فيلم تأكس و لكن للمداركسية المساعدات يحتوجون تقومون يتجبون تأكس أكثر فرشون تقومون لدينا مضح كل لدينات الأمر على حد فتحات الصنوات وبعدناتنا نهاية العavoir في شفاش تش這個是 النكروس بلا محدد ربتور للمومران الاصلي عكس للمنكروس هذه من بين الأمور التي تكون فيها تكون للمنكروس ولمنكروس ولمنكروس. نعم الثاني في الكوريه يكون عادنا ابوبتوتيك يعني اخلاص زياجة دفرغمونتاشون وعادنا دي بتوات مورسو ويكون فاكوسيتابل معناها فاكوسيتابل معناها قابل بها يكون السرالوفاكوسيتوز بار السلول اللي كاني في النوميرو المنتاعو وحدثت للمورسيليلير وهكذا يكون الابطوز يكمل نعمل نعمل نمر للديابوز الثاني لدينا ما يعنيها الابطوز هي عبارة عن تاريخياً يعني كيفاة متى وشكون اللي اللي قدر يعرف هذي الفينومان هدا وكي اللي درنا هذي الديفينيسيون والديسكريبسيون تعالى ببطوز وعرفها الأول واحد هو على كل حال كانت تروى صفان تلات علماء اللي قدروا اللي عرفوا تكلموا على الظاهرة هذي في عام 1972 اللي هما عدنا كار هذا اللي كار هو جان كار وكان اندريو ويلي واسلاستير كوري كانت تروى صفان تلات علماء اللي هو جان كار اندريو ويلي هذا في ثلاثة كل هما اللي قدروا يصفونا هذا الاببطوز في عام 1972 كانوا يدروا في الزيتود تحم ميكروسكوبيك بار ميكروسكوب إلكترونيك في الزيتود تحم ميكروسكوبيك بار ميكروسكوبيك بار ميكروسكوبيك بار ميكروسكوبيك اللي هو كان يعتبرها مور سلولان ناتورال اللي هو كان يعتبرها مور سلولان ناتورال اللي ترم أببطوز جاي من دي مو غراك متكون من دي مو غراك اللي هي الاصل التاحة عدنا سي لابو ابو ابتوز اللابو هو وش معناه لابو سي ألوان ألوان أو بعيد ابتوزيس اللي هو ابتوزيس يعني أنه ابوبتوزيس normalement ابوبتوزيس ابتوزيس هو لشوت يعني التساقط ابتوزيس هو شوت يعني حاجة تسقط كما يقول ابتوزيس 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 سوف تحدث كنين دي مالادي تظهر مليح الابوبتوز نمر الديابول نقول الابوبتوز أمور سلولار موضوع كما كنا المرأة الماضية إنه بروسسس فيزيولوجي كي ترمي المنتيادروميوستازي سلولار وناليمنون سلول انتيل ودانجوريس يعني دائمنا نضروع الفيزيولوجي دائمنا موضوع هذا موضوع ليس بروغرامي على جهل المنتياد المنتياد هي دائمنا الاعتدال التوازن للأرغانيزم الداخلي دائمنا الموضوع الحفاظ على هذا الاعتدال والتوازن سوف نرى هذه الموضوع في تقريب المعظم الليكور دائمنا بحدث هميوستازي هذا الدخل هذا الفيزيولوجي المبينة الابوبتوز الابوبتوز يحدث خلال دائمنا 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 الدخلال دائمنا دائمنا الكثير من للعبطوز المعبطة هي نظام جدة لأن المعبطة هي نظام جد كثير من المعبطة لتأكد من المعبطة للمعبطة التي يتقدم عبادة كثير من المعبطة ولكن للمعبطة داخلي والسخط العبطة لدينا حلقة الشيء مثلا في هذا البروستيس و الوزيتود الأكتوال سوف نرى هذا الابوبتوس لعله تحدث فيه حتى سواء تيرابيتيك والله في الميكانيزم تعلق قنسير نمروا الديابولي بعده الابوبتوس الابوبتوس نفس الكلام اللي قلناه المرة الماضية ها موجود في الكور تاعك تقدروا تتابعوا الكور الأول و مع هذا الصورة تكون واضحة أكثر وأكثر المور سلولار البروغرامي كما دائما نعود فيها المور سلولار البروغرامي في بارتي انتغران الفيزيولوجي نورمال دانورغانيزم هذا المور سلولار البروغرامي وكوردو نمبروز ميتوز مثلا نقدرون نجو الميتوز تعوين ويكونوا السلول كأن ديفرانسيات سلولار كي يمكن كريه أورغانيزم في البداية يكون أورغانيزم بيضاء وبعد ذلك يحدث الملتيبليكاسيات يحدث ميتوز بعد القسم الوف تقدم انقسامات دي سلول وفي الأخير تعطينا أنورغانيزم كامل كذلك يدخل الابوبطوز لأنه فيه انقسامات انطلاقا من يبدأ تخرج منها وفي الأخير يقعد عندنا أورغانيزم معناه هذا اللي نسموه المرسولة البروغرامية في الأخير سوف تكون أورغانيزم في الأخير سي أبرتردن في الأخير في الأخير سيليكتيف اللي هو الكلمة سيليكتيف معناه اختياري اتفاضلي معناه اختار بنظام مش معشوائية هذا هذا الفينومان هذا السيليكتيف اللي هو باختيار وعنده هدف معين مش فوضوي يسموه أبلي وانا الأبوبتوس في الأبوبتوس توضعت ميكانزم سيليكتيف تعبير أخر كأنها تنتحر بعض الخلايا التي تطعنا خلايا أخرى أو تنتحر ميكانزم السيليكتيف نمرو الديابولي بعده نواصل الشرح وتهليل المخور لأمر سيليل أمامنا الزوج عدنا صورتين الصورة الأولى فيها كات سلول وبعد فراغمونتاسيون فراغمونتاسيون تعالى لسلول كفاعتنا بعد هنا لسنك سلول من السلول الأم داو انقسامات انقسامات كما يحدث سواء في الميتوز او يحدث في المور سلولار كم الورغانيزم هذا الفاعل يليمني دي سلول انيوتيل والله اندزيرابل الابوبتوز الابوبتوز اللي هو المور سلولار سو كنترول ما هوش عشوائي قلنا دائما تحت تحت الكنترول تحت الرقبة بنظام معين قلنا شبهناه المرة الماضية ببروغرام انفورماتيك موجود الانتريور الانتريور دي السلول اللي ينتلق والله يبدأ للاكتيفيت تاعو والله الفونكشون تاعو في نقطة ما وقت الحاجة يعني مش بطريقة فوضوية المور سلولار انيسيسيار لالورغانيزم علاش نيسيسيار هذا المور سلولار في حد داته هو مور سلولار في نفس الوقت هو حاجة سنبزوان لالورغانيزم علاش؟ علاش؟ لرنوولمات سلولار لانه بعد تحدث تجديد الخلايا تاع الجسم الانسان لازم يحدث الابوبتوز وبعدو تحدث تنشأ تخلاق خلايا دي سلول جديد سلولار ما وقت حاولا ومعض الأمور التي تكون أساسيًا في الأمور بعد حدث أبوطوز بين أبوطين بين الوائن والأبوطين حتى يتفصلون على أبوطوز حتى يكون أصابح الأبوطين وعلى أبوط المنظر في أمور كثيرة في تأمور الأمور نلقى الأبوبوتوز الثاني في الموستازي تشولير وإن كان إليمناسي السلول وإليمناسيه السلول وإليا أبسانس سنو دي سيري معناها عدنا دي خلايا دي سيلول انضماجي فاسدين هذك السلول خلاص تلفو معدو شملاح لازم الدخل الأبوبوتوز بور إليمني هادل السلول ليهما من الجسم يبقى محافظة على النوموستازي والاعتدال على النسيج وتعليد تسو بطريقة سليمة نلقى كذلك الأبوبوتوز في السيستام إيمنيتر وإن كان الجهاز المناعي هون يدخل الإليمناسيات السلول انفكته كان عدنا دي سيلول انفكته مثلا الاكزمبل لينفوسيت سيديكات انفكته بالفياش اللي هي الفيروس تعسيدة الفياش واللاشي فيستام فيروس تعسيدة اللي راح نعرفو حنا الفياش يطاكي السيديكات خاصة السيديكات مثلا اللي انفكته هذا اللي انفكته اللي انفكته اللي سيطاكي سيطاكي السلول انفكته اللي هما اللي فوسيت سيديكات كذلك قلنا المرة الماضية ياما الابوبوتوز بار ديفو ولا باريكسي معنا هالكتيفيتي نورمال دو لابوبوتوز راح تساعدنا الفونكسيون نورمال دو الورغانيزم اذا حدث خلل حدث ام بروبلام التروبل سواء بالديفو يعني بالنقص او بالزيادة راح تعطينا دي باتولوجي في كالكو باتولوجي نلقو الابوبوتوز سواء بالديفو لا سواء بلايكسي بالنقص او الزيادة مثلا في الكونسير كونسير الو ديفو كعود عدنا اندفو دابوبوتوز بار نقص هنا الاختيفيتي تاع الابوبوتوز ما كانش لسلول انورمال دو كونسير تبقى او تزيد او بتالي امنا كان منق داكتيفيتي تاع الابوبوتوز في بعض المالاده دي باتولوجي دي باتولوجي نلقو ديفو في لكسي الاندفو اللي نتكلمو عليها بزافو نعودو اللي هي المالاده نورو دي جنراتيف اللي هي ويفضل تبقى السلول نيروف ثم الدماغ عندما يحدثمها تأكل ابوبوتوزстрой ابل تobile اي حضل تعمال الانزاينر يحدث هلزاينر تلف عد السلول نيروف يحدث مع اي حضل منحد عدنا خلل في الذاكرة الانسان والانزايمر وكان مثال اخر نورو ديجنيراتي كذلك الملاضي دوباركنسون لدينا تلف لنورون لنورون ملاضي فيرال كذلك سواء لباتيت سواء ملاشيفيل اللي هي الايد السيدة او لباتيت فيرال الالتهاب الكبد سوف نتحدث عن الاسبيسيطولوجيك وكنا نتحدث عن المرة الماضية ونعود ان شاء الله في الدرس التعكم هذا المبارمجي في المقرر التعكم نعود ونشرحها مرة اخرى الاسبيسيطولوجيك وشري بالنسبة للأبوبتوس سوف نتحدث عن المنزل بسيطولوجيك بحس الاجيطولوجيك وكنا نزل نهاية السابقة والأسئلول ي được أيضًا والممadenات المأضحة ويوجد أن تكون الرأس بشكل نقوم بشكل نكال ويوجد من المنزل بشكل نقوم بشكل نوع سواء النوكليار والله سيتو بلازميك وفي الاخير تعطينا لكور ابوبتيك لكور ابوبتيك اللي هما الزاء تعالى السلول بعدما يتم العملية الفنكشن هذي الفيزيولوجيك اللي هي الابوبتوس يعطينا دي لكور ابوبتيك اللي هما الزاء تعالى السلول الفراغمون دي سلول ونمرو الديابول اللي بعدو وعلاو اللي نتكلمو وقلنا تكلّمنا عن نيكروز قلنا كذلك هو مور سلولار لكن مور سلولار دي Сordoni معنا لا يوجد كمال البابطوز التي تبقى حول مر سلولار أو مر سلولار إذا أردت كمال البابطوز المر سلولار المر السلولار التالي وعندما نكروز النشير في بعض الهدفات في بعض الهدفات كذلك اللي قلنا ارها يجي في كثيرتان باتولوجي. الفلادي فرنس بينا ثم احنا جنرال مو اه لانيكروز يجي في ام باتولوجي كي شيميك وفيزيك معناها خرج خرج جسم الانسان احيانا حتى هاد الال هاد الاليزيون لزيون سلولار جنرال مستو لزيون سلولار دورجن سواء شيميك يعني مادة الكيموية هي اللي سبت للورغنيزم والجسم الانسان هاد الالزيون ولا فيزيك بار تروماتيزم رح يعطينا بروسوس اه ديجينراتيف معناها رح تتحطم الخليه يحدث لها غنفلومان بعد تحدث اه فرامنطاسيون ومصح على ناجون اكثر الذي سببنا و يجعلنا نجمع النكروز يمكننا أن نقول أن هذا هو التعفن العضو لكن هنا نحن نفسه في حدث بعد الغنفلومة التي سنجد عن عدد نظار الغنفلومة ويجعلنا الغنفلومة ويجعلنا لا تحن نظام الطبق لتحفظ الغنفلومة في نيكروز يجعلنا سواء لأسللل أو الأسللل أو الأسللل مثل الميتوخندرية يحدثت لأغنفلما كذلك رنفلما الممبرانير وفي الأخير يحدث إكراسما ربطورة الممبران فراغمانتشاة الكرماتين نكلياير الكرماتين نكلياير يدفع الإغلاب يقولون أن النكراسما في الأخير يتعجي من الإغلاب من الممبران و يحدث عن المرث الأسللل والنكروس يجب أن أكون الملؤية من الممبران هذا المشكلة بين الممبرانين ويحدث عن المرث الأسللل ويحدث عن المرث الأسللل ناكروز و ناكروز مورسلولار نرى الديابول مورسلولار ستحدث عن الكونسر سيلاه شميو تيرابي سيلاه شميو تيرابي وسيقضي الخلايا بمورسلولار سيلاه شميو تيرابي وهدف سيلاه شميو تيرابي سيقضي الخلايا الاصلولار نجيس طريقة الابوبتوز نمر الديابولي بعده التراثمو سبيسيفيك على المستقبل واللي رحى بدات الان يدروا كذلك تمشي بسيل امينو تيرابي تراثمو بار ادوية امينو تيرابي مثلا الانفوسيت سيتوتوكسيك كلها اكتيف سيلولدوندريتيك كلها رحى عملوا فيها الان كتراثمو تاعة الكنسر اخر الديابو في الكورتنا اللي هو على البرينوبل 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 2010 ان 2002 كانوا اعطاها المجموعة من العلماء المجموعة من الصفان اللي رح موجودين اسامية تحماعاتكم هنا في الديابو نداعي لذلك الاسماء سور لارغولشن جينيتيك دو لورغانو جيناسي دو لامور سيولير البرينوه كانوا تحتو على الابليكاسيون الابليكاسيون ديركت لاليوت لاليوت كونسر يعني لورول تاع لابطوز كيف هندخلو في لاليوت كونسر لاليوت كونسر على هدي بهاد العمل اللي دارو كانوا نالو البرينوه دو ميديسين ان دو ميديسين ان دو ميديسين دو ميديسين دو ميديسين اللي هو جائس نوبل في في الطب